اشتركوا في القناة بمدينة كازان بجمهورية تاتارستان احدى جمهورية روسيا للتحادية وقمة تجمع البريكس تضم البرازيل روسيا الهن الصين جنوب افريقيا مصر الامارات ايثيوبيا السعودية ايران حيث القى سيادة كلمة تضمن تأكيد اعتزاز مصر المشاركتها الاولى كعضو في تجمع بريكس والحرس الذي تليه لتعزيز الانخراط في اليات عمل دول التجمع كما صلت السيد الرئيس في كلمته الضوء على الازمات والصرعات الاقليمية والدولية المتصعدة والتي تدفع الى العمل بقوة نحو ضمان فعلية المنظومة الدولية اشتركوا في القناة وقد التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الايراني مسعود بازشكيان على هامش قمة تجمع البريكس والمنعقدة بمدينة كازان في روسيا للتحدية ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيسين اتفقوا على اهمية الجهود المشتركة لاستكشاف افاق تطوير العلاقات الثنائية كما تبدلاوا بهذا النظر حول التطورات بالمنطقة حيث اكد السيد الرئيس اهمية نزع فتيل التوتر الاقليمي وتفادي تصعيد غير المحسوب الذي قد يدفع المنطقة برمتها الى مواجهات خطيرة ذات تدعيات سلبية على الامن والاستقرار الاقليمي وقد استعرض السيد الرئيس في ذات السياق الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف اطلاق النار في غزة ولبنان مؤكدا ضرورة تحجد الجهود الدولية لحث جميع الاطراف على التعامل بايجابية مع المساعر الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة وبما يسمح بمعالجة الكارثة الانسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شين شينبينغ وذلك على هامش قمة تجمع البريكس والمنعقدة بمدينة كازان بجمهورية روسيا للتحادية وقد استعرد الرئيسان مجمل العلاقات السنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات مثمنين التطور الملحوظة والمحطات الإيجابية التي تشهدها علاقات البلدين وقد آرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المسمر مع الصين في العديد من المجالات والمشروعات الاقتصادية الكبرى إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط وأهمية الوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية كذلك التقى السيد الرئيس عبد الفاتح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك على هامش عقد قمة تجمع البريكس بمدينة كازان بروسيا للتحادية تناول اللقاء بحث مجمل القضايا وجهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر